السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ضمن الادوات المساعدة او الادنس اللي احنا نسطبها في حاجة اسمها ايه ترانسيميت ايه ترانسيميت ده بيعمل ايه ممكن يكون انا شغال على موديل بس ساحب موديل تاني يعني انا شغال مثلا شغل الكهروميكانيكل وساحب معمالي وساحب انشاي وساحب ممكن يكون كذا فولدر مساحبين ممكن يكون انا ساحب مثلا شغل في دور وعمل بايا كله لينك ورابط الشغل بايا ممكن اعمل تكيف في ملف وصاحبه ممكن يكون اعمل مجماري في صاحبه وفي ملف بجمع في الكوردينيشن طيب انا دلوقتي عايز خلاص ربنا اوصل على مثلا او جيبت اجهزة جديدة ونقدر الكل انا شغال على موديل واحد او انا عايز اعمل ايه ترانسيميت واحتفظ بكل الشغل في موديل واحد او اعز ابعته الشخص وبدل ما يوضي بيقص على اللينكات ويضابط اللينكات تمام؟ زي ما انا عافلنا حين من انسرت هنا بدخل لينككاد ولينك ريفت وماناج لينكيس ابدأ اتأكد الريفت في مكان ولا او رليوت في روم وظبط حاجات ديه طيب لو انا عايز بقى مرة واحدة انقلها عندي اداة اسمها ايه ترانسيميت او موديل بتوص عليها وهو هاتماتيك بياخد كل الملفات اللي معمول لها لينك وحطها في الملف اللي انا شغل عليه دلوقتي لو مغير اداة ديه تطار تفتح الملف الاولاني وتاخد كل كوبي وتجي تحطه هنا وهتلاقي في حاجات ضربة يترانسيميت رغم ان هو صغير وهو زرار واحد يعتبر بس بيوفر عليك وقت كتير جدا ان شاء الله عمر السليم